طيب انت شاف برضو حاطلع بقى بعيد شوية كده عن الكورة وبتاع الكلام ده ويبدأ اتكلم في الجزئية بتاعت انت وإحنا بتتكلم معايا وبندردش مع بعض وشفت وانا شفت الكلام ده كله ازاي الاندية بتساعد اللعيبة على التزوير في ان يعملوله شهادة مينات عشان يلعب ويكسبه ويطلع بعد كده لحد سن معين وبغيت ليه بره في الشهادة شهادات انت بتتكلم على شهادات انا شفت حالات كابتن مصطفى قول ليه نحكيلنا انا شفت انا فيه واحد بطلع جواز سفر جواز سفر وسفر برا مصر ورجع وبيلعب فرق ست سنين عن مواليده فرق ست سنين وقعدت وراء لغاية لما جبته مواليد تلاتة وتسعين وكان بيلعب مواليد تسعة وتسعين اه وجبت من امبي وجبت من طلاع الجيش واللعيبة بقى كانوا اللعيبة سوبر واللعيبة كويسة واللعيبة واضح جدا من انا اللفت ونظر ايه لعيبة مميزة جدا فرق السرعات واضح جدا فرق الخوة فرق الفكر ركبت ان الكرة لما تيجي بترفع يعني اللعيب بيرفع الكرة بشوته الكرة في كل مرحلة سنية سوطة ببفوداني ايه الشوطة الجاملة دي الولد دا مش في سنه واضح جدا واضح ها اه تمام فانا خدت الموضوع دا مش عشان خدت رحصة بطولات لأ ليه انت بتعمل كده ليه بتعمل كده انت عادت بتسقالي بتقولي مين المسئول اتحاد الكرة مسئول وادارات الاندية مسئولة لان ادارات الاندية حط المدربين تحت ضغط لو ما خدتش البطولة تيمشي هتيمشي اه فالمدرب ما يهمه اللي هو ااخد بطولة نعم فبيعمل ايه كل الحيال اللي هو اه تخليه يكسب يجيب بقى لعيب مزور يقعد لعيب طب وازاي المسئولين يوفق على كده سواء في المنطقة الكرة او في الاندية ازاي منطقة الكرة ليها اوراق كبتا بالصف اوراق ايه مش بيبحثوا فيها لا 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 عليهم اوراق انا لما بشك في حد بقدم طلب ليه اه منطقة الخارج بينظروا فيه ولا نعم اه بقوله لو سمحت اللعيب ده يقولك والله اوراق وسلام عندي باخد صورة من الاوراق ابتدى اشتغل عليها انت من نفسك بقى اش هو مسلا يشك في حاجة زي كده ويبدأ اشتغل للأسف اللي انا فيه لعيب معايا واراق اللي هو مزور اللعيب ده موليد 93 طلع شهادة وفاة لنفسه شهادة وفاة؟ والدفن انا استنى 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 ايه 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 والله لازم بعرف انت تكلام ده اولله بتكلم جد ما طلع شهادة وفاة ليه اه اللي هو توفى موليد 93 ده توفى تمام؟ اه وادفن اه وهو نفس الشخص واخبالك اللي راح عمل شهادة تاني من الات جديدة بالتاريخ الجديد الو تسعة من عم باسم جديد ولا باسمه؟ هو اللي ماد هو الموت قلت ده اخويا تمام ؟ واخوه ادفن واخوه هو اللي شاهد على الشهادة الجديدة اللي ده مولود جديد يانا ها يسعدهم ده والمسؤلين كانوا عارفين كده؟ با مش عارفين ياخدوا قرار والله المش عارفين الناب كنا عارفين كده؟ مش عارفين هم انا العارف قالولي ايه هتلينا اذن من النيابة تقول ده كلام صح قلتوله محاط هاجبلكم النيابة دخلت في دور عندي بقى وجبتلهم قرار النيابة لو يقولوله قرار النيابة ما كانش هيعمل حاجة ينا يا ربيان والله يا كابتل المشكلة الاندهاي بتدفع عن كده العيب يطلع شاد وخاهر والدفن ويطلع من التربة ويلعب ويراح شاهد اللي هو وخوه يشهد على كده استأذن من المدفن ساعة راح ايد نفسه ورجع تاني الحاجة لا يا كابتل حاجة انا اشتبك في حيال كتير في حيال كتير فانت النهاردة ليه بتعمل كده